مرحب احبابي اليوم بدعمل انو يكون طريق التحضير حلل اوريو طريقة جدا سهلة وسريعة وكتير كتير طيبة لنبلش الطريقة ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اول شي انا بسكيت الاريو اولا نحط بالصومي بسكيت بحب كمان بالفراغات بسكيت الاريو بسكيت الاريو بسكيت الاريو بسكيت الاريو نحط حليب كوب اثنان ثلاثة بسكيت الاريو اربعة حطينا اربعة اكواب حليب كمان بحط ثلاثة معالق مليانين نشا ملعه اثنان ثلاثة ملعه طعم كاكاو حطينا ملعتين طعم كاكاو كمان حوالي ملعه صغير ملعه بحرق عاء بسم الله بحرق الملعه على الغاز بحرك تحرق مستمر عشان ما يلزق عن الخليط طريقه سهله وبتاخد تقريبا خمس دقيق بالتحضير قبل ما يشتد الخليط هلأ أبحاث سكر وكمان فينا نحط السكر بالبداية ما فيه أي مشكلة ثلاثة حطيت لك معلق طعام سكر عشان القوريو كتير حلو كمان راح حط أسبعين شوكولات يعطي الشوكولاتك ها كتير رائعة حطينا حوالي 20 جرام شوكولات خلطوا للدوب الشوكولات منيح يلي ما متوفر عنده الشوكولات ما فيه أي مشكلة ترجمة نانسي قنقر 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 وترجمة نانسي قنقر وهناك ستغل فيه يلاحن عن زجكون ـ ممكونات موجودة بكل بات يعني أنا قدمفيني قدمفيني عم بعملكم طرق كتير كتير سهلي وعم حاول ما تاخد منكم وقت كتير برمضان هلأ بحطهم عجنب لي بردو بحرارة الغرفي وبرجع بحطهم بالبراد أكل شي ساعة بقي عندي هيدولي من بسكوت الأوليو شو ما نعمل أنا وياكم بدي شيل الكريمة من قلبهم والبسكوتات معهم وبس تبرد عنا الحلوم نزين فيهم على الوجه اوكي بنشيل الكريمة وهيد الكريمة ازبادكم كمان فيكم ندخلوها على هيدا الخليط الشوكولات بحاول أفصل البسكوت طعم الكريمة بهيدا الشكل أنا بدي بس البسكوتات كاف الباقيين نرجع من كافي مع بعض أفصل البسكوت عفكرة هولي ممكن تحطوهن بالحليب تستعملوهن أو مع كوكتيل للولاد أفصل البسكوت أفصل البسكوت أفصل البسكوت أفصل البسكوت وعنى بسكوت بسكوت خلت كذلك موسيقى 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 موسيقى